من اليوم ابدأ عليها الطالب سنتقسمها معكم كيف يبغيها عائلتي والكليان كتجي بنينة بزاف مع الكام ورقة ومقرمشة والأهم تبقى الأطول مدة كتبقى محافظة على القرمشة والطروة نحضر معكم مورقة اللي بنينة بزاف كي يطلبوها أكثر من شبكية وسلو فعلى بركة الله كناخدو نصف كيلو ديال الكوكاو انا اخذت هذا الكوكاو الكبير حمرته في الساخته نصف خليته بالقشور والنصف هكا هيتمنه القشور باش ميجينيش اللون غامق بزاف وحمره دائما الكوكاو على نار اللي مهيلة باش يتحمر ويتقرمش ويجيكم اللون ديالو دهبي غدي انطحنوه نخلي وشي شوية مهرمش بهات الشكل طحنة الأولى كنتمنى شاء الله تكون واضحة لكم طحنة الثانية غدي انطحنها بشكل جيد تقريبا حتى يرجع ببودرة باش يجيني هوهادك في العدد نحسه بشوية ديال القرمش وشوية ديال التاليكة الطحنة الثانية تحنها كتر من الاولى شفتوا معايا دابا غدي نوضع عاد نصف كيلو ديال الكوكاو او الفول السوداني في ايناء يكون هكذا شوية كبير طبيعة الحال اللي بغا يدير اللوز يعملو اللي بغا يدير الكوكاو يعملو نفس المراحل غد تتابعو الكوكاو ديالنا بعد ممكن تحنوكي يكون على هات الشكل غدي نزيد ليه جوج مع لق ديال السكر غلاسي مملوئي وغادي نزيد مع لق ديال القرفة وغادي نخلط بشكل جيد القرفة اذا كنت عندكم مطحونة عليها يدروري تغربلوها هكا في شي مصفات لي صغورة باش داك العويدة ديالها الصغر ما كيكونوش يطحنو باش كتخلصوا منهم غادي نخلط بشكل جيد نخلي الخالط على جنب وغادي ناخدو الزبدة الزبدة اي نوعية كتمتوفرة عندكم الزبدة ديال العبار ولا الزبدة ديال التوريق ولا اي نوعية متوفرة غادي نديروها هكا ناخدو واحد القطعة ونعملوها الدوب ما تقريبا نحتاجيت 100 غرام هادي غادي نحتاجوها ان شاء الله في التوريق وفي نفس الوقت غادي نحتاجوها للعقدة ديالنا او للحشو فغادي ناخدو ثلاثة ديال معالق ديال الزبدة مدابة وغادي نخلط قليلا بحيث نسجم لنا الزبدة مع الكوكا وباقي المكونات من بعد غادي نضيف ثلاثة ديال معالق ديال ماء الزهر فانا الملعقة الاولات عملت لي بززاف فعملو ثلاثة ديال معالق اللي ما بغاش او لما متوفرش عندو ماء الزهر هادا اللي كيكون هكا في القرعة مخفف وعندكم روح الزهر عملو واحد جوج نقيطات فالروح او انك هاد ياللوز اللي بغيتو انا كنفضل الكوكا ونخليه بالمدق ديالو صدقني كيجي رائع جدا فانا كنفضل في هاد المورقات كنفضل الكوكا وعلى اللوز المدق ديال الكوكا كيكون مجهد كيجي واعر سفي خلط بيديا حتى نسجمو للعناصر جيدا هكدا بغينا هاد الكوكا وما بغيناش يكون عقدة او لا بغيناه يكون معجن بغيناه يكون هكا يعني في نفس الوقت هكا معلك ولكن انفرتت وفشغت عالضوها تحسوا بذك القرمشة الكوكا الزبدة اللي دوبنا كنت مخليها على جانب حتى هكا كيهبط دك الاسفل دك الماء للأسفل وكناخدوه غير الفق فدك الماء اللي كيكون في الزبدة يدخليناه رغا يقطع لنا الورقة اما دوبوها جيدا حتى ما يبغاش دك الماء او لا تخلصوا من دك الماء اللي كيكون في الاسفل خلط الزيت مع الزبدة يعني تقريبا نفس الكمية ديال الزيت نفسها ديال الزبدة تقدروا بغيتو تخدموه غير بالزبدة بوحدتها ممكن انا كنحاول هكا ندمج ما بيدن الزبدة والزيت او غادي نحتاجوه ورقة الفيلو غادي نخدم معاكم بهاد النوعية هادي شفتوني كيف كان عمل يدي فيها فإذا دائما بززف ديال الأخوات او بزف منا في البدايات كنكونو نشريوها وكتصدق لنا قاسحة وهكا ماشي مورقة ففاش تمشي وتشريوها داك العملية هكا حسيتو بالورقة راطبة خودوها شتوها قاسحة خليوها لانا صفي كتكون خسرت واحسن كيف ما تجيبو الورقة يومين ثلتي يم حتى الأسبوع خدموا بيها انا هادي عندي دابة تلاشة عشرين يوم باش الوريقة ديالها ما بغوش بحلي كتكون طريا صفي كنطلقها فوق سطح العمل كنهيز مثلا نخدم جوج وريقت كنهيز جوج وريقت كنعاود نحطها فوق منديل مغطية بالبلاستيك باش ما كتنشفش لانا اذا ضرب هالهواء كتقصح وغتتعذبكم في الخدمة فضروري تغطى بالبلاستيك وبمنديل باش كتبقى طريا وقبل ما تخدموا بيها كتجبدوها من تلاجة بواحد جس سويا باش كتفقد ديك البرودة والنافدة اللي سكون عندكم في المطبخ فسدوها باش داك الريح ما يدخلش مثلا واحد الريح اللي نشوف لكم الورقة فاش تطلقوها هكدا فوق سطح العمل سافي اطلقت الورقة اللي ولا دهنة بشوية ديال الزيت والزبدة اللي عندي مخلطين وغادينا دهن هكدا من فوق بهات الشكل ما نكتر هي كل ما تكتر مزيان بنسبة لزبدة والزيت ولكن انا كنحاول ما نكتر شي ولكن في نفس الوقت تكون واحد دهنة خفيفة غادي نجيب الحوش واللي حضرنا بالكوكو وغادي ندير واحد الكمياء هكدا ومن بعد غا نساويها بيدي فهنا عندكم الاختير فانا هاد الورقة تعمل معها دائما نصف كيلو ديال الكوكو بطبيعة الحال بغيتو يعني تجيكم الكمياء ديال الحشوة كثيرة فزيدو في الكمياء ديال الكوكو سابقا بقا كلوي وما كنزيارش يدي بزا باش ما تقطعش الورقة وانا كندهني ديال بزبدة والزيت وكندهني هكدا ديال الورقة كنبقا غاديا تاكلوي الورقة كاملة غادي نجيبو الثانية اللي غنطيبو فيها تطيبو في اي سينية عندكم كندهن الثانية ديالنا بشوية ديال الزبدة والزيت وكنحط الرولو لشكلنا بهات الشكل الورقة كنفسخة وكنهز وحيدة او لا جوج انا مشاك نخدم معكم جوج بجوج وتقدروا تخدموا يعني ورقة واحدة تقسموها على جوج انا غادي نوريكم هالطريقة هذي حتى يزوينا فهنا ديالت جوج ورقات مع بعضيتم ما بغاو شي تفرقوا لي خليتهم هيداك مع بعضو دهنتم زيان بزبدة والزيت من على الوجه الورقة اللي على جناب كنغطيها بالبلاستيك وكنغطيها بمنديل وكنعمل الحشوة بهات الشكل هنا غادي ورقة جوج ورقات غادي نديرو بيهم جوج اشريطة تجي تقريبا نفس القياس سواء درتوا وحدة كلها صحيحة او لوحدة شكلتوا منها جوج فاللي بغاو حد الكيمية كثيرة يدير هكا كل جوج ورقة يخرج منهم جوج او لكل ورقة بوحدتها اذا تفرقوا لكم الورقة ديروا كل ورقة بوحدة فكلوي يعني درت في النصف ديال ورقة جوج اعميدة ديال الحشوة وكلوي وكنقطع هكذا في النصف كنكمل اللوية وكنحطها في الصينياء مع خوتها فهذا كل وحدة درت جوج جوج وهذا درت بحلة ورقة درتها على جوج غادي يلوي بهذا الشكل تل الاخير وكنحط الأعميدة هكذا في الصينياء مقربين مع بعضيتهم نعمر الصينياء ديالي من بعد قسمت بشكل متلت ولكن حاولوا المتلت في المتجيبوه شي حاد من الفوق تخليوا قد الأصبع ديالكم باش الورقة متخرج لكم شي من الحشوة فاش تبغيوا تديروها مثلا في الكويرتات او لتحطوها في المائدة ديالكم اذهنت من على الوجه بالزبدة باش تخلي مع ذاك الفتاحات وحطيتها في الفران اللي كان عندي مسخن من قبل شعلت الفران على 175 دراجة فران مشعل غير من الأسفل حتى تحمرت لي من الجوانب باش تشعلت من على الوجه من بعد ما تحمرت لي بشكل ذهبي بهذا الشكل باش تشعلهم على الوجه بطول حرارة حتى 160 باش تتحمر ليكم وتتقرمش في نفس الوقت من على الوجه إذا جهدتوا الفران رفيسة تحرق ليكم وكذلك نفس طياف في الفران الغازي شعلو الفران غير من التاحد حتى تتحمر من الجوانب عاد هبطوها لتاحد باش تشد الحمر هي معلى الوجه كيف ممكن جبدوها من الفران وهي سخونة كنسقيوها بالعسل من طويل الوقت من نسقيها بيو هوا للي حضرت معاكم السنة الماضية عسل لكي يبقى رائع جدا وكي يوقع ليو احد شي شي الأمنين كان نسقيوها بالعسل كان على الوجه كنرجعها للفران ونخليها لليل كاملة تشرب ذاك العسل ومن بعد عاد كنا نحيدوها بالصينية شوفو معي من بعد ما تشربت ذاك العسل كتصبح بها تشكة جيم شربة ومقرمشة بالنسبة اللبقلة وكان فضل دائما انني نسقيها بالعسل احتى الشراب مزيان ويكل العسل تجعل الورقة الفيلوم حفظ على القرمشة الاطول مدة اخوة تقدر يجيني السؤال شحال 8 دياله حيث تأخذتها 19 درهم وتحضروا بها مالح وحلو يعني زوينا بزاف وكتسهل علينا وصدقوني كي بقوا هكدا هاد المعسلات ديالنا مقرمشين الاطول مدة فانا السنة الماضية بقوا لي شهرين ولي شهرين ونص هكدا مقرمشين فحتى تكملو مرتبوش نهائيا فقط حفظوهم بطريقة صحيحة وكنحتفظ بيهم بلا تلاجة خرج تلاجة فقط فعلوها بمحكمة الإغلاق وفي مكان لمودليم فهذا هو قوم المعسلات ديالنا كتجي الورقة مورقة ومن الداخل كتجي الحشوة بنينة ومعلكة وفي نفس الوقت ديك الكوكو كتحسوا بالقرمشة ديالو فالورقة ديال الفيلو متخفوش منها وخط قطع ليكم في الفرن كتجمع راسا طريقة ديال الاحتفاظ ما بين طبقة وطبقة ديال المعسلات ديالنا كتعملو إما ألمنيوم ورق الألمنيوم أو البلاستيك أو السلوفا باش كل طبقة كتبقى محافظة على التعليكة ديالها وهكذا وخط بقى أطول مدة ما كيوقع عليها شي حاجة فأنا إن شاء الله يربي منين غانبغي نقدمها كل شي كم قا نعملها كف الكوكوكتات وكنحطها في طبيسيل هذا هو الطريقة باش كنحطها وماشاء الله كتجي غزالة كنتمنى تجربوها وهذا وصلنا نهاية الفيديو كنتمنى ليكم إن شاء الله عواشر مبركة مسعودة تدخل عليكم الصحة والسلامة وبكل صغيرة وكبيرة كنتمنوا إن شاء الله فاتهلوا لي يا فرسكم دمتم في أمان الله مع السلامة